ولحساب المجموعة نفسها أيضاً يسعى المنتخب الإسباني لتفادي مفاجآت نظيره الكوستاريكي تعد المباراة الظهور الأول للفريقين في مونديال قطر يبدأ المنتخب الإسباني مواجهاته في كأس العالم بملاقات منتخب كوستاريكا باستاذي الثمامة في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق فوز عريض في أولى مبارياته التي تعد أسهلها بالنظر إلى منتخب اليابان وألمانيا الذين سيلتقي بهم في الجولتين المقبلتين ويأمل المدرب لويس إنريكي في مواصلة مسيراته الناجحة مع الماتادور في البطولات المجمعة وكاد لعبوه أن يتوج بلقبين في 2021 إذ خسروا نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا وبعدها خسروا نهائي النسخة الثانية من دور أمم أوروبا أمام فرنسا ويغلب على خيارات إنريكي الوجوه الشابة التي تقل أعمارهم عن 24 عاما في الوقت الذي استغنى فيه عن عناصر الخبرة على الجانب الآخر تسعى كوستريكا إلى الظهور بشكل جيد حيث إن أفضل إنجاز لهم هو الوصول إلى ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 وفي باقي النسخ وضع المنافسات من دور المجموعات ويعتبر حارس المرمى كيلور نفاس أشهر لاعب كوستريكا في الجيل الحالي حيث لعب لريال مدريد وتوج معه بلقب دور أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية اشتركوا في القناة